اصدقائي واصحابي اهلا بيكو في حلقة جديدة من حلقات العاب الميتا فيرس والبلاي تو ايرن والانف تي جيمينج طبعا زي ما شفت في عنوان الفيديو هنتكلم عن افضل خمس العاب فري تو بلاي انف تي حاليا تقدر انت تلعبهم ولكن ما بدايا حاليا براحب بكل اصدقائي انا الجودات في القناة واعرفهم ان دي قناة بلاي تو ايرن متا فيرس ان انف تي جيمز واكيد لو مهتم بالاشياء دي تقدر تدوس السبسكراب الجميل ولو عجبك الفيديو تدوس الايك الاجمل عشان نقدر نوصل الى اكبر عدد ممكن من الناس معنا اول حاجة هنبتدي بلعبة نينو كوني ولعبة نينو كوني نازلة على ال بي سي والاندرويد والاي او اس وهي لعبة فري تو بلاي بلاي تو ايرن وكنا برضو شرحناها بالتفاصيل في فيديو قبل كده هحط هولكو في الاي لفوق ولعبة نينو كوني لعبة ارب جي وكنا تكلمنا قبل كده على الربح من خلالها واقولنا ان انت محتاج تحول لانكي تي وبعد كده بتحوله لماربليكس ومن ماربليكس لاي مناصر بتدعم ماربليكس وبكده تقدر تربح من اللعبة وقولنا التي رايت دوت برضو بتقدر انت تحصل عليه من او اللعبة يعني الموضوع بسيط جدا بس انت محتاج تخلص مهمات جوه اللعبة عشان تحصل على الموارد دي وفي برضو او الالماز الاسود وده بيبقى انجيم كارنسي تقدر انت تشتري ايتمز او اي اشياء جوه اللعبة ولكن ما تقدرش ان انت تحوله لكاش من اللعبة يعني انت مسلا لو عايز تشتري جوه اللعبة برضو تقدر انت تحصل عليه من انت تشتري من موقع اللعبة او برضو تقدر تحصل عليه من اللي هتعملها جوه اللعبة فاكيد طبعا تقدر انت تحصل على جوه اللعبة من غير ما تشتري اي يعني انت بس محتاج تلعب اللعبة عشان توصل على انفتيز. برضو كنا عاملين لايف على اللعبة تقدروا تتابعوه برضو هتلاقوه في فيديوهات اللايب على القناة. تاني لعبة معنا هي لعبة المشهورة جدا عندنا اكتر من فيديو عليها وعندنا كزا استريم لها. وبرضو لها الخاص بها هتلاقوه موجود في على تقدروا تنضموا ليهم لو انتو عندكم اي استفسار عن لعبة طبعا لعبة واللعبة كنا شرحنا عنها كتير وتكلمنا عنها كتير وقلنا لازم تخش دونجونز وبتخش الدونجونز مع خمسة من اصدقائك وبتقتل في الموبس اللي جوه وبكده يبقى ليك فرصة انت توصل على انفتي كوزماتيك ما بيقصرش عليك في الستادس بتاعتك لكن هو بس انفتي شكلا وقيمة جوه لعبة بيكتايم وكنا تكلمنا برضو عن ان اللعبة فيها بما عنا ان هي فيها او تقدر ان انت تحسن من بتاعتك تقدر انت تعمل للأسلحة بتاعتك وتقدر تعمل كزا حاجة من كنا برضو متكلمين عنها في فيديو وتقدروا تفهموا موضوع الاماكن الفترة دية اللي تبقى موجودة في بيكتايم اللعبة هتنزل ولكن هي حاليا مش هي محتاجة سواء كان جيت باس او روبي باس تقدروا تصل عليه من اللي بتتعامل على اللي موجود في الدسكريبشن او من الكنانة الرسمية بتاعتهم احطها لكم في الوصف بيعملوا وبيوزعوا روبي باس تقريبا كل يوم فبكده حاليا انت تلعب اللعبة من غير ما تحط اي فلوس ولكن انت طبعا لو مستعجل ومعندكش فورسة انت تحصل على الجيفيووي تقدر تشتريها من ملاصرات زي وبينانس والماركت بليز الخاص باللعبة ولعبة بيكتايم ار بي جي موجودة فقط على البي سي حاليا وما تقدرش تلعبها من اي موبايل تالت لعبة معانا هي لعبة دي اعتبر حاجة شبيهة لنينو كوني ولكن طبعا مع اختلاف الجرافيكس والمهمات والكصص ولكن برضو لعبة مير فور نزلة على الاي او اس والاندرويد والبي سي يعني تقدر تلعبها افضل بكتير من لعبة بيكتايم لو انت حيب لعبها على الموبايل مير فور برضو نفس نظام لعبة نينو كوني في الريووردز بتاعتها بالمعنى انت محتاج تجمع حوالي مئة الف بلاك ستيل او حديد ازود عشان تحوله للعملة الخاصة باللعبة اللي هي اسمها اكس داركو برضو تقدر تحصل على انف تي من اللعبة وانت بتخلص المهمات واكيد طبعا تجد تشتريه ولكن وانت بتخلص المهمات هيبقى افضل طبعا كنا شرحين لعبة مير فور قبل كده هحط لكم فيديو الخاص بيها في الوصف وكنا قيلين ان هي تحت نظام يعني هكنا قيلين لعبة نينو كوني على ماربل اكس ولكن ولكن هو 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 نفس نظام ماربل اكس في معنى انت بتاخد بلاك ستيل بتحوله لكس داركو والكس داركو ده بتحوله وبتروح لمنصات بتدعم عملة ومكس وبكده انت تطلع لعبة مير فور كنا عاملين لها قبل كده ولعبنا شوية وشارحنا حاجات بدقيقة فيها قبل كيات يقدروا تتابعوه لو محتاجين تفاصيل عن الجيم بلاي الخاص بلعبة مير فور. دلوقتي بقى هنروح للعبة الرابعة اللي معانا ولكن اللعبة حاليا لسه ما نزلتش ولكن التيم بتاعها بيقول ان هي نازلة في اخر الفين اتنين وعشرين. اللعبة يعتبر من الجرافيكس الهاي الحاليا كلعبة انفتي اللعبة هتنزل لنا على بلاي ستيشن واكس بوكس وويندوز وده يعتبر نجاح كبير جدا ان احنا نلاقيها على اكتر من جنب ولكن مش هتبقى موجودة على الموبايل لان اللعبة بوساطة الجرافيك بتاعها عالي جدا ومفيش حاليا اي بورتاب اللي هيقدر ان هو يستحمل جرافيك اللعبة ولكن اللعبة نكحة جدا جرافيكها هايل جدا وكنا شرحنا برضو فيديو خاص بيها على الكنالة هسيبهولكو برضو في اللعبة مبنية على انجين فايف وبالمناسبة اللعبة زي ما قلنا ولكن طبعا محتاج ان انت تحصل على عشان تبقى اول الناس اللي انت تجرب اللعبة زي موضوع بالزبط اللعبة هيبقى فيها مختلفة هتقدر انت تعمل مع والبوس دي هي اللي هتنزل لك وبكها تقدر تربح من اللعبة وهيبقى فيها برضو عملات افترادية خاصة باللعبة تقدر انت تربحها لكن لحد الوقت اللعبة الخاصة بيهم لسه ما نزلت اللعبة فكرتها ان هي بين عوالم كتير وانت بتسافر من العوالم دي تروح عوالم تانية عشان تدور على الخاصة بالمهمات وتحصل على طبعا اللعبة شبيهة جدا للعبة فتخيلوا طبعا بتطلع لكو ارباح او بتطلع لكو ومعانا اخر اللعبة وهي لسه برضو ما نزلتش ولكن منتظرينها في الفين اتنين وعشرين اللعبة من انتاج شركة المشهورة جدا اللي عملت لنا طبعا فورتنايت ما اظنش ان فيه حاليا ما يعرفش لعبة فورتنايت وبرده من انتاج جالا جيمز المشهورة جدا اللي عامل لنا كزا لعبة يعتبر ناكحة جدا ونظام اللعبة زي ما قلنا باتل رويل زي فورتنايت فرست بيرسون شوتر ولكن مبنية على نظام الارياف القديم والاسلحة القديمة شوية طبعا الاسلحة والحسينة اللي انت هتركبها الخاص طبعا بشخصيتك او الخاصة بشخصيتك كل ده هيبقى او ممكن برضو نقول عليه ولكن مش زي الاسكنز الاعدية لان هيبقى لها النظام بتاعها عشان يقدروا يقيموا هيبقى فيه اكتر من خريطة تقدر انت تستمتع جوة اللعبة بيها وهيبقى فيه كتير تقدر انت تعملها برضو جوة اللعبة ولكن لحد دلوقتي ما شرحناش اللعبة بالتفاصيل لو انتو محتاجين طبعا فيديو مفاصل عن لعبة اكتبوا لي في التعليقات عشان اقدر اعرف لو كنتو حابين فيديو مفاصل عن لعبة اللعبة بنسبة بنا مش هتبقى هتبقى محتاج ان انت توصل على او الشخصية بتاعتك او الالفة باس الخاصة باللعبة عشان تقدروا تخش اللعبة ولكن طبعا شركة متعودة على الموضوع ده ولكن ده اول اختبار من ولكن انا متأكد ان طبعا تخش في الموضوع ده انا متأكد ان هتقدر تنجحه وده بنسبة كبيرة السبب اللي هم عاملينها وبكده وصلنا لنهاية حلقتنا اتمنى تكون عجبتكم الحلقة لو انتو طبعا محتاجين فيديو جديد عن افضل خمس علعاب من اي نوع تقدروا برضو تشالكوني رأيكم في لان ده طبعا بيدعمني ان انا ها اعمل فيديوهات عن شيء انتو بتفضلوه واخيرا هباشكر كل اللي شافوني و اللي هشوفوني و اللي بيشوفوني اشوفكم في حلقة جديدة من العاب الميتا فيروس والبليتو ايرن والانيف تي جيمز سلام اشتركوا في القناة